وأخيرا إذا هناك حالة مثلا في مكان ما في بلد ما في كذا كيف يتم يعني يجب الانتباه للثقافة ليست الخصومات اليوم فقط مذهبية وسياسية وكذا لا بد من تدوين هذه الجرائم الإفتائية والفكرية وحتى المادية وإبرازها والاحتفاظ بها كما اليهود جيدين في الهولوكورست أزعجوا به العالم وكذلك الشيعة أجادوا في مظلومية كربلا أزعجوا بها العالم لا بد أن تبقى هذه حتى تصل في ظن أن هذا العلاج بحياء مذبحت أيضا الأرمن عندهم ذبحت أرمينيا وعندهم كذا جيد جيد أنه في ظن هذا أصبحت تركيا يعني ما تحب ذكر المجزرة وكذا حتى تقوم في مجازر ثانية لا كل ناس مظلومين كل ناس حتى الفرد حتى فرد إذا ظلمك قاضي ولا كذا دون مظلمتك اجعلها رواية بهذا تتكون ثقافة هائلة في وجه الشيطان وأوليائه كأننا نقول يا شيطان لن ننسى المفترض في أهل السنة خاصة أن يحيوا استباحة المدينة استباحة المدينة وهدم الكعبة لو أن المسلمين من قديم فعلوا كما فعل الشيعة في كربلا كانت تبينة تبينة الإجرام ومن أين أتى ونحلل كيف استبيحت المدينة كيف قتل عشر ألاف كيف سبيت نساء الصحابة كيف هدمت الكعب مرتين كيف ذبح الحسين كيف صلب زيد بن علي كيف صلب غيرنا الدمشقي كيف صلب قتل الجهم كيف كذا تتبع ويكتب في هذا ويثبت أبد الأزمان يصبح تراث والمستضعفون المظلومون لا بد يتفقون على هذا المظالم الكبرى لا يدخل المظالم المشتبه فيها المظالم الواضحة المظالم الكبرى أما نزاع بين قبيلتين ولا على أرض ولا كذا ما كل وعل ترفع كل قبيلة ترفع يعني لا يجب أن يكون هذا في الأشياء الواضحة فيه أشياء واضحة ما فيها أي كلام ما فيها أي كلام يجب أن يحاصر الشيطان وأوليائه بالدراسات باللوحات بالأشعار بالرسومات بالمجسمات وتبقى معالم أثرية يعني تحرج تبقى ويصر عليها لأن الإصرار عليها ليس بهدف هذا الظالم أو هذا القاتل أو هذا الداعشي أو كذا لا للزمن خلاص يعني إذا أتى واحد مثلا من هؤلاء الدعاء يلا عطهم تفجير الداعش في مكان تعالوا هذه فكركم وهذا فتوى بنتيمية وهذا فتوى فلان وهذا قول فلان نوثقها في معرض معارض تمتلع بها العالم الإسلامي هذا يلا هذا قول عرعو هذا قول فلان وهذه الأفعال أو هذا لم يدنه أحد هذا الشيء ما أدنه أحد الجريمة الكبرى مثل تفجير مسجد مثلا قتل أيتام ولا قتل ولا يعني المقصود فيها اللجانة الفنية والثقافية في أي بلد هي تعرف كيف تحيي هذا تحيي المظلومية كما أحيى الأخوة الشيعة مظلومية الإمام الحسين هكذا بقي على السنة أن يحيوا مثلا استباحة المدينة وهدم الكعبة قتل غيلان الدمشقي وكذا أنا أظن إظهار هذا لنفضح الشيطان وأوليائه أنتم من جعلتم ديننا هكذا دين الله أرفع وأسمى أنتم تريدون أن تجعلوا الله ورسوله ودينه يأمرون بهذا أنتم تكذبون على الله ومن أظلم من افترى على الله كذب ضروري وأن يكون هذا لله العمل إذا أريد به فقط خصومه وكذا ما يجعل الله فيه بركة هذا يكون لله على كل حال المعالجات الخاطئة أحيانا أنا أرى بعض المعالجات أحيانا في بعض القناوات يعالجون التطرف وهم صادقون في محاربة التطرف ولكن تحليلهم ضعيف جداً يعني يعيدون الأمر كله مثلاً لفلوس لا لا في ثقافة نفاقية ليش ما تستخرجها؟ ليش ما تبين للناس؟ يعيدون الأمر مثلاً لإعلان قنوات لا ليس هذا فقط أصحاب القنوات في ثقافة نفاقية أيضاً لا ما عندهم فلوس فقط تجد واحدة يعني مثلاً في قناة مثل قناة الجزيرة تجد مذيعة معتدلة ومذيعة لا مملوعة بالنفاق مملوعة بحب الانتقام مملوعة يختلف تمام؟ تجد مذيعة جميلة وكذا بس تقطر حقداً طيب هذا ما له دخل بالفلوس تمام؟ المقصود لابد من عمق في تحليل هذه الشخصيات الشيطانية النفاقية تشربت النفاق والنفاق يوزعه الشيطان في أكثر من شيء عصبية لقوم لمذهب لتيار لسياسة لحزب لأصدقاء لكذا فيه فلذلك المعالجات هذه كانت المشاركة الأخيرة كيفية تخليل كيفية تخليل المآسي أنا بدأت أنا إنساني بشكل عام أنا أول بدأت بالكلو الهولوكوست حق اليهود قلت أحسنوا أحسنوا في غض النظر في مبالغات دس أن تذكر مظلمتك وأن تبقى حية يكون عبرة كذلك الأخوة الشيعة في كربلاء لو لا الأخوة الشيعة سقطت كلمة آل البيت آل محمد صبروا رغم ما خالط دعوتهم من مبالغات هنا صبروا بقيت راية آل محمد رغم كل الدول والانتهاكات والسجون والقتل والتعذيق جيد جيد طبعا نحن سنة كسلا لأن أمتنا السلطاتنا القديمة يعني هي اللي ارتكبت الحرة وهلما الكعبة وقتل فيعني هذا التراخي وأنه هذا التاريخ ومضى لا 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 الله يقول وكذلك نفصل آياتي وليتستبين سبيل المجرمين الله ثبت في كتابه جرائم السابقين من فرعود وقوم لوط وقوم نوح وقوم إبراهي ثبتها نفس الشيء نفس المنهج حتى تثبت حتى تعتبر أنت أيها الإنسان حتى تفهم حتى تعرف الشيطان ماذا يريد لك هو وأوليائه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر